اتفاقية استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان تمكن القوات الأمريكية من الصمود في وقت الأزمة كما يصفها مسؤول عسكري أمريكي لوكالة رويترز الاتفاقية العسكرية حسب وصف موقع السفارة الأمريكية في عمان تضمن تمديد الشراكة العسكرية بين البلدين كما من شأنها تأمين منح القوات الأمريكية تسهيلات أكبر في منطقة الخليج الاستفادة من التسهيلات المقدمة في بعض موانئ ومطارات السلطنة أثناء زيارة السفن والطائرات العسكرية الأمريكية وتحد من الحاجة لإرسال السفن عبر مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية وتؤمن الولايات المتحدة لاستفادة من المنشآت والموانئ في صلالة والدقم الدقم الواقعة جنوبية العاصمة العمانية وتطل على بحر العرب قد تصبح أكبر قاعدة في العالم حيث ستخص لحاملات الطائرات والغواصات النووية بعد تفاوض استغرق تسع سنوات هذه القاعدة في المستقبل هي محاولة استبدالها للقاعدة النووية ديوغي جارشيغ الأمريكية هذه القاعدة ستخص لقطع النووية أي حاملات الطائرات النووية وغواصات النووية فستتحول إلى أكبر قاعدة بحرية وأكثر تقدما ربما في العالم كله في منطقة الدقم إيران كانت هددت أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز ردا على محاولات وقف الصادرات النفطية الإيرانية عن طريق العقوبات ونفذت على نطاق واسع أكثر من مناورة بحرية في مياه الخليج العربي سلطنة عمان كانت وقعت اتفاقية مشابهة مع بريطانيا عام 2017 توفر لبريطانيا قاعدة بحرية دائمة في ميناء الدقم من ناحية عمان فإن الاتفاقية من شأنها تحويل الدقم إلى مرفأ ومركز صناعي مهم في منطقة الشرق الأوسط سيد الحديد العربية